في فقرتنا هذه رح نتكلم عن موضوع حيويهم شريحة واسعة وهو التقاعد الناجح فشنوه المقصود بهذا المصطلح رح نتكلم عن هذا الموضوع أكثر شنوه هي الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتحقيقة اليوم ضيفنا رح يكلمنا عن هذا الموضوع الدكتور محمود باباني استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الكويت أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير وإخواننا المشاهدين وإخواتنا المشاهدة دكتور أول شيء أنا اليوم قاعد أقول حق المعد العلوم الاكتوارية هذه صح أو لمدلية قال لي لا يهبى وجودة كلمنا عن هذا التخصص نعم كل شيء يتعلق بالتأمين في حساباته يسمونه علوم اكتوارية سواء الرياضيات الرياضة المالية الاحتمالات احتمالات الوفاة احتمالات الحياة في عندنا جدول اسمه مورتاليتي ريتر اللي هو جدول الحياة أو الوفاة نستخدم كل هذه العلوم اللي هي مجتمعة مع بعض بما فيها التأمين عشان نحسب قصد التأمين أو قصد التأمين الاجتماعي وشلون احنا نقدر نوفي في المستقبل لما نجمع اقصاط من الناس بالنسبة للتأمين الاجتماعية مثلا شلون نقدر نوفي في تقاعدهم الحسابات والتزديد تقاعدهم ورواتبهم التقاعدية فهذه كلها تقريبا ما هو علم واحد هو رياضيات وإحصاء وتأمين كله والعلم هذا تقريبا عمره سبعين إلى ثمانين سنة الحمد لله أول سنة العام بدأوا التعليم العالي يبعثون أبناء الطلبة يساون بكيريريوس في العلوم الاكتوارية جميل يعني الحين رح نشوف ان شاء الله شباب بعد أربع سنين خمس سنين ممكن يكون عندهم هذه الشهادة ان شاء الله يكون عندهم الشهادة ويصير عندهم بعد الزمالة الاكتوارية اللي هي بعد البكيريريوس أتمنى أشوف اكتواري كويتي ان شاء الله نعم الله يوفقهم يا رب دكتور إذا بنتكلم على موضوعنا الأساسي اللي بنتناقش فيه هو شنو المقصود بالتقاعد الناجح احنا دائما ما نسوي خطة حق تقاعدنا وهذه مشكلة في مجتمعنا دائما نفكر أقول أنا خلاص لما تقاعد رح يسيرات في هالكثير بتقاعد بعد ثلاثين سنة خمسة وعشرين سنة لكن الرجل والمرأة ما يفكرون لما تقاعد شنو رح يسوي هذه مشكلة كبيرة يعني حتى يقاموا يقولون نكة يقولون هذا قاعد جدام التلفزيون كده متقاعد ما عنده شغل يسكر ليتات بس هو يسكر ليتات ومو بس يدير يطالع المسلسلات خصوصا في رمضان ما شاء الله تحطون مسلسلات تبتشي شنفايدة وهو لحين لازم يسوي خطة شلون يقدر يسوي له مشروع يشغل نفسه أخطر مرحلة هي بعد التقاعد خصوصا أن الشخص لما يقعد تلاقون مشاكلها صحية تزيد يقول أنا صارت معي أمراض كذا مو هي لأنه قعد في مكانه هذا جدا خطرة صح أنا أتمنى أن الناس حتى من عمر بعد خمس ست سنوات عشر سنوات من عملهم يبدي يفكر في التقاعد مو لما يصير عمره خمسين وفوق علشان يدرسها عدل نقدر نقول يسوي خطة ولها حلول كثيرة يعني ممكن إنسان يتحول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص ويرفع راتبة والآن في تشجيع من الدولة يدعم العمالة وغيرها يرفع راتبة بدرجات شوي شوي إلى أن حتى في تقاعدة هم رح يسير راتبة تقاعدة زين هم رح يكون في القطاع الخاص هم رح يستمر هم تقاعد وهم عنده راتب تقاعدة يعني هم يستمر في مشروعة مكتبة أي أن كان حتى لو كان عنده مقهة بالأخير يروح المقهة وانت عنده راتب تقاعدة وقاعد يجاب الحلالة صحيح زين هذا المفهوم ليش يعد فن حاليا لأنه في كثير من الناس ما يعرفون شنو هو التقاعد وشنون أحسب تقاعدة طيب هل أتقاعد ولا أستقيل في ناس في مصطلحات ما تمر عليهم التقاعد في عدة يعني مثلا نقول عدة أفرس أو عدة خطوات يقدر يسويها نعم يأما يتقاعد ويأخذ راتب ويبيع معاشا أو ربع راتب يأما يأخذ ربع راتب أثناء الخدمة بعد 25 سنة يأما يأخذ اللمسم المبلغ كله يقول أنا ما أبي راتب تقاعدي أبي مبلغ وممكن يطلع له ما بين 40 إلى 80 ألف إلى 70 ألف على حسب سنوات الخدمة وراتب أو كذا ولكن ما رح يصير عنده راتب تقاعدي يختلف من شخص لشخص واحد ممكن تعطي له المبلغ يضعيه بسبوع صح وهذا ملازم يأخذ المبلغ هذا لازم يقاعد ينطر آخر الشهر يأخذ راتب تقاعد يأخذ المعاش واحد ثاني إذا أخذ هالمبلغ رح يطلع من هذا المبلغ في مشروع أفضل من راتب التقاعد فهي ليش أنا أقول هي نوع من فد التقاعد لأن كل شخص يختلف عن الآخر تماما والرجل يختلف عن المرأة ليش لأن حتى قوانين تقاعد بالنسبة للمرأة والرجل مختلفة شو مختلفة إذا نقدر نوضح هذا الموضوع الرجل يورث راتبة وبعدين يعني لهم طلعت العمر المشاهدين الكرام بالأخير الرجل رح ينتقل راتبة إلى وردته زوجته تأخذ جزء عياله يأخذون جزء بعدين عياله لما يشتغلون يروح الجزء الخاص فيهم ويقل الراتب إلى أن ينتهي المرأة في عندها مشكلة كبيرة المرأة وهذا كان نقاش وتناقشنا في مجلس الأمة عنه أن المرأة فرضا لا سمح الله اشتغلها ثلاثين سنة وتوفت منه يأخذ راتبها وشونه يطلع حق ورثتها فيها مظلومية صراحة في قانون التأمينات فيما يخص المرأة إذن يعني راتبها لا يورث فيها إيه راتبها لا يورث إلا في حالات نادرة إذا كانت هي أرملة وفي عندها عيال للحين ما يشتغلها وكذا كذا فلذلك أنا أقول لازم في خطة عن كل إنسان وكل إنسان يختلف عن الآخر لازم يسوي خطتها المرأة تقدر تقترض أثناء راتب خلت تقترض وتحطهم وديعة مثلا تقدر تتقاعد وتأخذ المبلغ بالكامل أحسن من ما تأخذه يعني بالنسبة للمرأة طبعا رح يزعلون مني ربع التأمينات يدون أنت تخرب علينا تخليهم يأخذون مبالغهم يمشون عندنا بس هذا بالنسبة للمرأة أفضل نعم ليش لأنها هي وخصوصا إذا هي عرفت تشغل هذا المبلغ في مشروع معين وكذا لأنه صار شنو سوت هي أخذت كل المستحقات اللي راح تأخذها من تقاعدها إلى وفاتها اللي كان يفترض هالكثر بتأخذ يمكن تأخذه اليوم تسوي فيه مشروع ناجح صح تحط وديعة في بعض الوضايا مو الآن في الوضع الحالي بالكويت الوضايا من خفض لكن بعض الدول في عندها الوضايا تتراوح من 10 إلى 20% صح طيب أحسن ما هي تقعد تأخذ راتب التقاعد صحيح إذا بنفرق أستاذي بين التقاعد الناجح والتقاعد التقليدي التقاعد الناجح أن الشخص يبدأ يفكر فيه مشروع يرح يسويه بعد التقاعد من الأشياء الخطرة في مجتمعنا الآن واللي أشوفها مع الأسف مع كثير حتى من أولاء الأمور الطلبة عندنا بالجامعة مثلا يقول أنا كل اللي همني ولدي أو بنتي تأخذ الشهادة ما يهمني شنو سوت وشنو خذت الشهادة أنا أقول شيء ثاني العلم أعلى من الشهادة الشهادة ورقة العلم هو اللي موجود في عقل هذا الإنسان صح إذا ما استمد المعرفة من هذه الشهادة اللي يخذها شو الفايدة منها ونحن رح نوصل للمرحلة هذه السيئة اللي يروحون يجبون شهادات مادن من الوين وكذا هل مسألة باستيخذ الشهادة ويأخذ راتب أول شيء أنا أقول حق الأهالي واجهوا عيالكم أن يتعلمون قبل أن يأخذون الشهادة العلم رقم واحد ليش؟ في التقاعد العلم هذا اللي رح يفيده في الشهادة هو يقول أبي شهادة ويحصل وظيفة حكومية وكذا وبعدين يتقاعد تقاعد شنو ما عنده علم يقعد فيه مكانه ما يعرف يسويه أي مشروع أي مشروع صح الشيء الثاني الآن الغير مستغل يعني مع الأسف الدولة حطت حوالي مليارين دينار عشان تشجع الشباب في صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة نعم أي خلاف عندهم طموح عندهم مشاريع يابون يسوونها لكن العراقيل هذه قاعدة تحبطهم ما قاعد تخليهم أنهم يتشجعون أن يخلصون هذه الأوراق وأن يستكملون كافة المتطلبات صح أنا الحمد لله عندي من طلبتي يسوي شركات كبرت مرة وحدة وما شاء الله صار عندهم يعني من كان حاط حق نفسه في دراسة الجد وراتب ألف دينار صاره مسؤول كبير ورئيس من شدارة ليش؟ لأنه عنده طموح ماهو شيء يسمع عراقيل أنت عندك أمر واقع تعامل معاه أمر واقته أنا شنون ليشير كل هالعراقيل العلم مو شهادة إذا ابتدأ يصير أهوى خصوصا عندنا في كلياتنا علومة دارية كلهم يدسون بزنس وهذا فأحس أنهما من يصير عند العلم يصير قوي صح وفي أمثلة كثيرة لخريجين كليات العلم لدارية في أمثلة كثيرة ونحن عندنا بزنس انكبيترز داخل الكلية نعطيهم لمدة ثلاث سنوات مكتب نقول له لا تأجر هاي مكتب هاي كمبيوتر هاي برينتر تلفون تمام؟ أقعد عندنا أنت خرجنا ولدنا أقعد عندنا لما المشروعك ينجح بعدين نروح أجر مكان جميل أعطي الغرفة هذه حق غيرك نحن نشجعهم الدولة تشجعهم الأهالي ما شجعون يعني الأهالي حبطون لا الوظيفة هي الوظيفة الحكومية لا شجع ولدك خلي سوي مشروعه المشروع رح يكبر شلون الناس اللي سووا مشاريع ناشعة موحسن منه صح دكتور يمكن يخافون لأن يقولون الوظيفة الحكومية هي أضمن لك هي راتب رح ينزل لك كل شهر بعد ما تقاعد رح يكون في راتب دائما صراحة طلبتي الحمد لله أصيدهم فيها يعني أحاول أؤخرهم حتى أقول له يطلع بره شوي عند اللوح يقول لنا شنو الواجب بارك وحله يتلاقي عند اللوح أول مرة يطلع يتخصبه يقول مرة ثانية خلاص فهي هذه الرحبة لازم تروح شلون إنسان يصير ناجح ويسوي مشروع تجاري لازم يصير مخاطر مجازف يخالف أول مرة ثانية مرة تخسر كلنا صار فينا هشي الجرأة هذه شون يكتسبها الشاب بالجامعة يعتمد يعني على الأستاذ اللي علمه يمكن حتى نحن بالجامعة يعني زملاء كل واحد عنده طريقته في الشرح في واحد يشرح فالوونغ دابوك ليش يشرح من الصفحة عشرة لعشرين هذا هو الدرس ما لليوم اي في واحد يشرح بطريقة التدريب كيف نحن ندرب في القطاع الخاص أنا هذا طريقه شرحي كيف أنا أعلم الطالب النقاط اللي بقولها منها الكتاب بس بطريقة القطاع الخاص وبطريقة الحياة العملية نعم والأمثلة العملية فهذا هو طريقتك أنت الدكتور اي أنا ما عندي شيء اسمه أمشأ الكتاب أنا أعطيه من ضمون الكتاب التطبيق العملي مهم جدا صح اي بس يعتمد لأنه أنا اشتغلت في الحياة العملية يعني أنا مو بس أدرس بالجامعة أنا من وانا صغير أشتغل بالتجارة حتى قواري بعتري قولت ما شاء الله عليك دكتور ما شاء الله عليك إذا بلتكلم أكثر على التقاعد الناجح نرجع إلى موضوعنا شنو هي الإجراءات والتدابير اللي لازم يلجأ لها الموظف علشان يوصل إلى التقاعد الناجح أهو لازم يفكر أول شيء في مشروع كل إنسان لازم يفكر في مشروع يشتغله بعد التقاعد مثل ما قلت مجرد معه وهي تقاعد ويسكر مخه لو لاحظت الدراسات تقول أغلب الناس اللي يصير فيهم زهايمر سببه أن أهوى وقف وقف ايه أنا عندي طلبة عندي سؤال كلا أسألهم أول ما ديش بسرعة يقول لي 6 بسبعتاش شم ما أدري شم في شم طلع لي الموبايل ولا كالكوليتر تقول ممنوع لا موبايل ولا كالكوليتر الرقم سهل صح عرفت شون والطريقة سهلة أصرب 6 في 10 60 و 6 بسبعتين واربعين شبعهم طلع 102 مثلا هو شيء يصير فيهم لأن أهوى متعود حتى 3 في 5 سيبي يستخدم له الموبايل صح فشي سوي يبوت المخ ايه احنا في التقاعد قاعد نسوي في روحنا شذي قاعد نسكر كل شي ام انت كنت تروح مدرس كنت تروح تقاعد على الكمبيوتر عندك جدول ام مجرد ما وقفت الجدول مالك وقفت مخك هل أنت مصر أن أنت فعلا أنت تقاعد وتقعد في البيت تجاب التلفزيون يعني شنو يصير في المخ ما يشتغل يبدي يصير فيه أمراض وأولها لزهايمر صح خلاص هذه معروفة يعني انت من الآن ما تبي يصير فيك هالشي لازم تسوي خطة تقول أنا بعد 10 سنوات بتقاعد نزيل بسوي لي المشروع الفلاني عشان لما اتقاعد اروح اجاب له ايه قاعد من النوم الصبح عادي لمس جدولي مارك كل يوم زيل هذا المشروع يبلش فيه قبل الله يتخذ قرار التقاعد علشان يكون مأمن والآن شركة الفرد الواحد القانون الجديد شجع الناس ان تعالي با هلنشتغل لا تقولون في دول حوالينا عندهم تقدم والتجاراتهم سهلة والتراخيس سهلة لا قام يصير هنا سهلة اللي كان رئيس المال مكتوب 10 ألاف سواء ألف دينار اللي كان عشان أطلع الرخصة يبون مني هالطلبات وانتقعد فيه مدة طويلة قلت المدة بس يبي الواحد يتحرك صح يجتهد قاعد بمكانك ما هيك الشيء لا يصير صحيح واحد يقعد يدعي والله سبحانه وتعالى يرزق أكيد بس يبيك أنت تسعة تسعة صح صح دكتور تكلمنا على أنواع التقاعد ذكرت لنا كل نوع لكن إذا بنفرق بينهم ماديا ومعنويا ماديا لازم في مثل ما قلنا لازم في خطة هل أنا أبي راتب ثابت ولا أبي مبلغ يعطوني أب الكامل في كثير من المتقاعدين يمكن الغالبية ما يعرفون هالشيء هل إذا أنا خذيت المبلغ كامل اللي مفروض أخذ أنا من يوم التقاعد إلى يوم الوفاة هل لو خذيته بالبداية فعلا راح أسوي فيه مشروع يعطيني مردود أعلى من الراتب الثابت إذا دراسة الجدوى تسمح أنا أشجأ على هذا لكثير من الأسباب وأهمها خصوصا المرأة لأن راتبها جزء كبير منه ينقطع الرجل نفس الشيء خصوصا إذا كان كبير بالسلة لأن عيال أغلبهم موظفين وبالتالي ما راح يعصلون شيء في حالة الوفاة فأنا أنصح صراحة مثل ما قلت لكم ما راح يشجعون إخواننا بالتأمينات لأن لأن نحن راح نأخذ المبلغ مقدم منهم ولكن هذا شيء لازم يفكر في المتقاعد كخطة إذا كان هذا الشخص متعود على الدوام الروتيني ماكو اللي يروح الدوام ما يعرف يسوي شيء ثاني ما يعرف التجارة ما يعرف يسوي أي شيء آخر غير الوظيفة اللي سواها نعم هذا اللي هو لورسك برسل خلاص هو قليل المخاطر ما يحب يجازف هذا أنا بالعكس أنصحه أن يأخذ راتب تقاعد عادي وهي قاعد جاء بالتلفزيون يقول فأنا يعني من شخص لآخر عندي آراء مختلفة يعتمد على شخصية الإنسان نعم بس أشجع صراحة القطاع الخاص نعم في الآن في قانون القوانين الجديدة أنه ممكن المتقاعد يأخذ فيها دعم عمالة أو كذا في لها حساء الدراسات جديدة أنا ما عندي فكرة عنها نعم الأخوة في ديوان الخدمة وفي عادة الهيكل هم ممكن يفيدون ويشجعون عليها بالعكس إذا كان متقاعد وعنده مشروع ويقدر يأخذ عليه من المشاريع الصغيرة ويقدر يأخذ عليه دعم عمالة أنا ما أدري من هالنقطة لكن أتمنى أنه تصير لأنه فعلا رح تشجع المتقاعدين نعم دكتور يعني القانون الجديد في قانون نهاية الخدمة بما أن ذكرنا بتعديلاته الجديدة هل هو يشجع على التقاعد الناجح والله هو يشجع التقاعد المبكر مع الأسف وأنا ضد التقاعد المبكر أنا رأيي أنه في كثير من الوظائف تحتاج من أصحاب الخبرة الكبار بالسن ينقلون خبرتهم للموظفين الجدد مثال المدرس والمدرسة لما يصير عمره ثلاثين سنة يدرس نعم وييله طالب متخرج من الجامعة توه بيصير مدرس ايه وهذاك يقول أنا بتقاعد روح دبر حالك روح تعلم شلوني تدرس بالعكس أنا بيك معاي صح بيك تعلمني شلوني أدرس شلوني أسوي دفتر اليومية ما أدري إيش الأمور هذي كلها وهذه ينطبق على كل قطاعات الدولة إذا إينا في ديوان الخدمة وقلنا اللي اشتغل ثلاثين سنة لازم يتقاعد اللي ما أدري شنو لازم يتقاعد شنو سوينا شلنا كل أصحاب الخبرات وديناهم تدعيد عن الشباب اللي صغار اللي مفروض هذي الكبار ينقلون خبرة لهم صح لا حد يقول كلامي متناقض أنا قاعد يقول أن في ناس ما عندها استعداد تشتغل في القطاع الخاص تبي تقعد في وظيفتها لو تحطها بعد أربعين سنة صح هذي اللي خلهم هذي اللي ينقلون الخبرة حق الناس ثانية لا تقول لأجبارا إذا مو ممكن أنهم يأخذون الفرصة من الشباب عددهم قليل ترى بالعكس أنا عارف وائد ناس يتقعدون ويشتغلون في القطاع الخاص في كثير صح عدده ولا فإحنا لان ينقول خلينا نشيل هذا الجيل اللي قاعد ما قاعد ها ما قاعد يتقاعد وما أخذ مكان الشباب بالعكس إحنا لازم نعلم الشباب ونشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص ما شكرا نسوي هنقع نقول فيه موظفين بالدولة وإحنا عندنا حوالي 93% من الكويتين موظفين بالدولة اسمه كبيرة نقول هذين اللي نبي نقللهم ونبي نفتك من الكبار السن ونبي كذا ونوديهم تقعد عشان نصير مكان حق الخرجين الجدد هذا مصحح لازم نوجه الشباب أصلا للقطاع الخاص للقطاع الخاص مع أنه كل الأشياء الجديدة اللي صارت أنا شوفها زينة بس التقصير مثل ما قلت لكم بالبداية تقصير من ولي الأمر ما يشجعون الشباب الشيء ثاني لازم نسهل عملية أن نشجعهم في العمل في القطاع الخاص وفي تمويل المشاريع مالاتهم توفير الأراضي أنا شوف عندنا أراضي وايد في نهاية الثمانينات وإلى الآن يعني دولة الإمارات كمثال يعطون أراضي جدا بسهولة ألف متر حق أي واحد يسوي أي مصنع من الإمارات بدون أي شروط بدون أي يعني من أسهل ما يكون والأرض ما مشت عندها ثلاث سنوات ما هذي أسحبها منها أعطي حق غيرها أحنا عندنا تأقيد ما لا داعي صح فيها تأقيدات صحيح عشان شنو عشان أحنا بس نخلي يعني سيطرة على هذا المكان أو على هذا القطاع وعلى قضية الأراضي أن لا لحد يعتقد أن إذا وزعوا أراضي زيادة في أحد بيأخذ من الرزق تجار معينين الرزق الله يوزعه بالعكس إذا حسنت النية لدى الدولة والتجار أن يوزعون الأراضي على الشباب الأصغار راح تلاقون الكويت هذه دولة ثانية كلش مع حسن هذا النية الكل راح يستفيد الشباب بس يحتاجون الفرصة التجار راح يستفيدون الدولة راح تستفيد الشباب راح تستفيد راح تتغير البلد إحنا ماشيين بطريقة غريبة جدا كأن إذا فتحت هذا الشيء راح ينزل العقار فلان يخسر ما دل منه يخسر إذا ما دل شونا سوينا التفكير لازم ينقلب تماما مجرد ما ينقلب وتحسن النية راح تشوفون الكويت بلد ثاني مثل ما هو واضح وحسنة النية عندهم اللي بعدها مو متزوج على فكرة يأخذ أرض أرضين يأخذ أرض صحراوية عشان يستزرعها ويأخذ أرض عشان يتزوج جميل بدون أي شيء يدفعون ما يعادل ألف دينار أو شيء ولا مهلة معينة يتزوج ويبني وإلا تنسحب منها ليش بأن سهل الأمر مثلا يقول والله عشان العقار لا ينسل ما راح ينسل والله والله الأمور راح تتغير للاحسن بس خلتحسن صح يعني إحنا بس الشباب محتاجين الفرصة عندنا شباب يعني عندهم طاقات دكتور هائلة يحبون أنهم يبدعون في كافة المجالات والقطاعات إذا زين الشاب هذا ليش ما تعطي فرصة علشان توصل للي أنت تبيه وما في داعي نفكر أن ننقاعد الناس وما دل إيش هذا هذا كله تفكير ما لا داعي ما لا داعي عط الشباب أرض وكاهي المشروعات الصغيرة يمولونهم وشوف شنو يصير صح راح تلاقي الغطاع الخاص ينترس وشباب يتحرك ويشتغل صح ترى هذه طبعا أهل الكويت القدامة ما كانوا قاعدون راحة نعم يا بالبحر عدل يا يروحون للهند يبون بضاعة ما كانوا يقاعد راحة مثل مثل الشباب للحين ويتكلمة يقول أنا ماكو أحد يشجعني ما أدري شنو دائما هذه كلمتهم عطا عطا الأرض بأراضي المناطق الصناعية مسوينها خمس ثالاف متر لها سوها ألف متر ألف متر كافية صح وخل توزيع الأراضي هذا من أسهل ما يكون وحط عليه شرط سنة إذا ما سويت مشروع كتر أسحبه منك إذا خالفت أسحبه منك صح عربت شلون غيرك يأخذها دكتور هل تشوف أن الإعلام مثلا يكون مقصر في أنه يوجه الشباب إلى القطاع الخاص خاصة أن هناك فرص وظيفية أفضل ممكن أن نقدر نقول أنه يتجه ويكون مشروعه بنفسه أنا أشوف التقصير من الدولة عندي واحد من طلبتي لمتميزين وهو الحكم وزير التجارة إن شاء الله يسمعني أخوة خالد الرضان نعم هيئة الصناعة عندك أقول لك الحين أعتقد باب عبدالله هو أقول لك يا باب عبدالله غير قوانين هيئة الصناعة وسوّل أراضي ألف متر ووزّع أراضي قد ما تقدر على الخريجين الجامعة الطموحين بدراسة جدوة وخلي البنك الصناعي والمشاريع الصغيرة مولونهم نعم وشوف الكويت ما حد رح يخسر الاقتصاد رح يطمر الطمرة كبيرة صحيح إحنا عندنا كنز ما قاعد نستخدمه صحيح صحيح يعني وهو أصلاً متبني أشواب استاد خالد لا ما شاء الله عليه لا لا صحيح رح تصعد صحيح بما فيه الاقتصاد رح يتحرك الشركات رح تتحرك الشركات اللي تعتقد إذا خلي سمعوني ما يخالف رح يتزعمني إذا شافوا أن وزعوا أراضي وما دعوا شنو إحنا رح نخسر بالعكس أنتوا رح تبدون حقيقة الشباب هذي لهم مشاريعهم صح ما هذا رح يخسر والله دكتور يعني كلامك مثل ثلجة قاعدة تنزل بصدر يعني الواحد يستانساً من يشوف أنه في شخص بمكانتك قاعد يوجه هذا الكلام ويدعم أشواب كلمة أخيرة منك لشباب اللي قاعد يطالعوننا الحين اللي عنده طموح وده أنه يسوي مشروعه لكن متردد لا يقول فيه عراقيل كل الناس اللي اشتغلوا في كل العالم كانت أمامهم عراقيل وطافوا العراقيل لا تقول فيه ناس تحبطني فيه ناس كذا اللي نجح شون نجح صح فكر بالجانب الآخر فكر أنك تقوم وتتحرك لا تقول أن الدولة تعرقل أو الدولة قوانينها صعبة أو كذا أو كذا مثل هذه كلها شماعات غير مقبولة لا تعلق تلاقي لك شيء تقول هاي شماعة أنا أعلق عليه ناس تحسدني يخربون علي هاي الكلمات كلها وخرها عنك خلك إجابي وقول أنا أقدر أسوي شيء نعم وغير يقدر شون قدر بارحة ولدي يقول لي أنا شون أسوي مشروع ما عندي رأس مال قلت لك كل اللي نشوفهم هذيلة بدأوا بدون رأس مال صح اللي نجحوا بدأوا بدون رأس مال اللي بدأوا برأس مال وورثوا رأس المال هم اللي ضيعوا تجارتهم هذا تاريخ الكويت شكرا لك الدكتور محمود بهبهاني أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الكويت شكرا لكم مشاهدين احنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل